الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموال وبعد الوقف الوقف بمعنى التوقف من الكلام هذا الباب يقدم لك فنونا من التصرف في الكلمة عند الوقف عليها التصرف في الكلمة عند الوقف عليها قال ابن مالك رحمه الله تنوينان اسرافتح نجعل الالفا وقفا وتلو غير فتح نحذفا تنوينان اسرافتح اجعل الالفا إذن جعل التنوينان الالفا هنا التنوين هنا فتح التنوين أو فتحتان عند الوقف وتلو غير فتح نحذفا أما التنوين لغير فتح إما كسر وإما الضم فنحذف التنوين مثل محمدا محمدا محمد محمد أما محمد محمد والأصل في الوقف أن يكون بالسكون سواء أكانت الكلمة الموقوف عليها منونة أم غير منونة ومن القواعد المشهورة الوقف على السكون والابتداء بالحركة فقلت في زبدة الألفية أو زبدة الألفية لا تبتد بساكن ولا تقف إلا به قاعدة لا تختلف هذه القاعدة البدء بالحركة والوقف بالسكون والكلمة إذا كانت منونة وقفت عليها بحذف التنوين وسكنت الكلمة تقول مسلم مسلم وكتابته في النطق مثلا مسلم فتحذف النونة وتسكن الميمة إذا مسلم نون محذوف ثم ميم ساكنة إلا إذا كان الموقوف علي منونا مع الألف فحينئذ تبدل التنوين ألفا فتقول تنوينا تنوينا ألفا ألفا ووقفا ووقفا هذا عند الوقف واحذف لوقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الإضمار احذف لوقف بسبب الوقف في سوى الطرار غير مضطر صلة غير الفتح أما الفتح فلا تحذف في الإضمار هذا البيت في ها الضمير في الإضمار أي في الضمير المرد هنا ها الضمير إذا كانت هذه الها في الكلمة وقفت عليها بحذف صلة ها إلا إذا كانت مفتوحة تقول ها ذه وكلمته عفوا وكلمته وتقول في المفتوحة كلمتها هذا الضمير للمؤنس ها مفتوحة ويجوز في الشعر إثبات صلة الضمير في الضم والكسر هذا في الضمير إثبات صلة الضمير في الضم والكسر إذا كتابه مثلا كتابه كتابه في شعر وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب أشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب التنوين أو ننساكنة في إذا حذفت فصار إذا أشبهت كلمة إذا التي تقدم ذكرها في النواصب المضارع أدرس إذا تنجح إذا لفظا منوا منسوبا فقلب تنوينها ألفا عند الوقف إذا عند الوقف وحذف يلمن قصد التنوين ما لم ينصب أو لا من لم ينصب أو لا من ثبوت فعلما وحذف يلمن قصد التنوين ما لم ينصب أو لا من ثبوت فعلما المنقوس اللسم الذي آخره يلزمه إما أن يكون منونا أو لا والمنون إما أن يكون منسوبا أو لا فإن كان منونا مجرورا أو مرفوعا فحذف يائه أو لا فحذف يائه أو لا تقول جاءني قاضٍ هنا مرفوع جاءني قاضٍ هنا مرفوع في عام ماضٍ هنا مجرورا ويجوز أن تقول قاضي وماضي وصحة بمثله القراءة إذن يجوز بإثبات الياء أو بحذف الياء أما إذا كان منسوبا فليس لك إلا الإسباب قاضيا قاضيا ماضيا ماضيا رأيت قاضيا راضيا إذا وقفت رأيت قاضيا راضيا وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يقتفي وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد يقتفي إذا لم يكن المنقص منونا عاملته بعكس الأول فيكون إثبات الياء أو لا من الحذف إذا لم يكن منونا تقول سال الوادي لا ينون لأن الوادي محلا بالألف والأم وكنت في النادي ويجوز الحذف لكن الأولى إثبات ومن الشطر الثاني من البيت أنه أتبع نزوم رد الياء في مكان نحو مرن اسم فاعل من أراء أراء يري اسم فاعل مرن فتقول حال الوقف علي جاء مري ومررت بمري هذا في مكان نحو مري وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إنقفا محركا وحركات إنقلا لساكن إن تحريكه لن يحضلا وغيرها التأنيث من محرك سكنه هذه الأبيات السلاة في أنواع الوقف وكيفيته لأنه إما أن يكون بالسكون الخالص أو الروم أو قف رائما أي الروم وهو الاتيان ببعض الحركة أو الإشمام وهو الإشارة بالشفتين إلى الضم أو يكون بالتضعيف فصار إشارة الإشمام مجرد إشارة بدون السود أو يكون بالتضعيف أو النقل فذكر في البيت الأول السكون والروم على كل كلمة محركة غير ما ختم بتاء التأنيث أو غير منسوب بسكنه وهو مضاف وها مضاف إليه وحذفت حمزتها للوزن حذفت حمزتها للوزن وذكر في البيت الثاني الإشارة بالشفتين إلى الضم في المضموم أو أشمم الضم هذا في بيت الثاني والمرفوع ثم بيّن نوعا آخر من أنواع الوقف وهو الوقف بالتضعيف بشروط ثلاثة أن لا يكون همزاً أن لا يكون حرف علّة أن يكون بعد متحرك ولهذا قال إن قفى أي تبعا محركاً فنقول في قلم هذا قلم هذا قلم وفي سفرجل سفرجل وهكذا تضعيف هذا تضعيف بتضعيف حرف الأخير عند الوقف وليجز أن يوقف بالتضعيف في مكاناً مختوماً بتاء التأنيث كما يفهم مما تقدم أما الوقف بنقل الحركة إلى ساكن قبلها فهو ما أشر إلي بقول وحركات ننقل وشرط وشرط له شرطين أن يكون قبله حرف ساكن أن يكون ذلك الساكن قابلاً للحركة من ذلك قرأ بعضهم وتواسوا بالصبر صارت وتواسوا بالصبر بنقل حركة الرا الأخير إلى ما قبلها أي حرف ب صبر صبر ونقل فدح من سوى المهموز لا يراه بسري وكوف نقل البسريون لا يرون أي ما أجازو نقل مفتوح يرون أنه ليس بصحيح نقل مفتوح فلا يجوز عندهم استلمت النقد من نقد نقد منسوب لا يجوز استلمت النقد بنقل حركة الدال إلى القاف إلا إذا كان مهموزا أما المهموز فيجوز يخرج الخبأ يخرج الخبأ وجاز الكوفيون جميع ذلك والنقل إن يعدم نظير ممتنع وذاك في المهموز ليس يمتنع النقل ممتنع ممنوع ليجوز إذا أدى إلى ما لا نظر له في اللغة العرب إلا إذا كان الذي فيه نقل مهموزا فلا يمتنع النقل مثال ما خلا من الهمزة بقفل فلو نقلت حركة اللام إلى ساك قبلها وهو الفاء لأصبح اللفظ على وزن فعل إذا قفل هذا ممنوع وهذا من الثلاث الذي استسقلته العرب ولا يكاد يوجد في كلامها مثال المهموز ببطء يجوز أن تقول ببطء 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 نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت الهمزة في الوقف تأنيث الاسم هاجعل إن لم يكن بساكين صح وصل وقل ذا في جمع تسحيح وما ضوها وغير ذين بالعكس انتم في الوقف تأنيث الاسم هاجعل إن لم يكن بساكين صح وصل وقل ذا في جمع تسحيح جمع مذكر سالم ومؤنى سالم وما ضوها أي ما ألحق بجمع مذكر سالم أو جمع مؤنى سالم وغير ذين بالعكس انتماء هذان هذان البيتان في الوقف على تأنيث وفي تفصيل على النحو التي يوقف عليها بالهاء إن لم تكن متصلة بساكين صحيح فإن كانت متصلة بساكين صحيح كبنت وأخت لازم المقف عليها بالتاء ممنوع المقف بالهاء البنت بنت وأخت هذه التاء تأنيث لكن قبلها حرف صحيح ساكينة حرف صحيح ساكين فالوقف وجب على هذه الحرف أو التاء بنت أخت لا يجوز بنا ولا أخه لا يجوز وقل أن يوقف عليها بالهاء في جمع المؤنى سالم جمعنا سالم التاء مسلمات وما أشبهه كعرفات وغير هذين كالمفرد وجمع التكسير بالعكس فيترجح ويكثر الوقف بالهاء تقول فاطمة فاطمة يجوز لكن فاطمة أكثر إخوة يجوز إخوة الأكثر وإخوة قليل وقف بها السكت على الفعل المعل بحث آخر كأعطي من سأل وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما وراعو وقف بها السكت هاء السكت هاء في آخر الكلمة أو في آخر الكلام وبعد هذا السكت وبعد هذا السكت وجباء السكت أي وقف هذا البيتان في الوقف بها السكت يقول قف بها السكت على الفعل الذي آخره حرف علة حذفة للجزم أو للبناء نحو أعطيه أعطيه صار أعطيه بها السكت أعطي من سأل مثلا ولم يعطى من بخل تقول عند الوقف أعطيه ولم يعطى بزيادتها سكت لكن بعد هذا لابد من السكت السكوت الوقف وهذه الها هاء السكت لا هاء الضمير ومنه قوله تعالى لم يتسنه هاهنا هاء السكت وليس هاء الضمير والوقوف بها السكت والوقوف بها السكت على مثل هذا ليس باللازم إنما يكون لازما فيما بقي منه حرف أو حرفان نحو عه حرف واحد عين إذن لازم أن نزيد زهاء السكت أمر من وععه وقى يقيقه وكذلك المضارع نحو لم يقه ولم يعه لأنهما من يتكونان من حرفين وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الها إن تقف وليس حتما في سوى من خفض باسم كقول كاقتضاء أو مقتضاء هذا للبيتان في كيفية الوقف على ما الاستفامية المجرورة إذا قلت على ما فعلت كذا فاحذف ألف ما على ما إن شئت وأتبعها السكت على ما إذا وقفت عليها فقل على ما وليس الحذف حتما إذا كان مجرورا بحذف جر فإن كان مجرورا بالإضافة نحو اقتضاء مقتضي ما استفهامية يكون مجرورا بالإضافة بالإضافة اقتضاء مضاف ما استفهامية مضاف إليه ووصل ذي الهاي أجس بكل ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذا في المدام استحسنا المدام في البيت الثاني معناه ما أديم بناءه يقول أجس وصل هذه الهاي أيا سكت إذا وقفت على كل ما حرك تحريك بناء لازم ولم يشبه المعرب مثل هي وهو وكذلك ياء المتكلم قال تعالى هلك عني سلطانية هنا سكت في الأخير عند الوقف يجيز وشد الوقف بهاي السكت على الكلمة التي عرض لها بنا قبل وبعد وعل أما المدام بنا أي ما أديم بناءه فإنه استحسن الوقف عليه بالها كما تقدم وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وقش وفش منتظما ربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا ربما عمل اللفظ في الوصل معاملة الوقف عادة اللفظ عمل في الوصل نقرأ وصلا لكن نعاملها معاملة الوقف هذه القراءة نعاملها معاملة الوقف فيوصل بالسكون أو بإثباتها السكت ومنه قراءة نافع ومحيا يأ ومماتي بإسكان اليأ ومحياي ومماتي في الوصل مع أنه قراءة وصليا أو وصلية وكذلك قراءة الجمهور لم يتسنه وانظر هذا عند الوصل بإثباتها في الوصل وفي قوله ربما إفادة أنه قليل في النسر وأما في النظف فهو فاش وكثير الله تعالى أعلم سبحانك وما ربنا بحمدك أشهد أن لا إله نستغفرك وأتوب إليك